الحلم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الصيح أنه من الشيطان وليس معنى ذلك أن الشيطان هو الذي يأتي بهذه الأحلام المزعجة وإنما نُسبت إلى الشيطان لأن الشيطان يحضرها ولأنه يرغب فيها يحب أن يُحزِن بني آدم وتأدُّبًا مع الله عز وجل ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث علي في دعاء الاستفتاح أنه قال والشر ليس إليه يعني لا يُنسب الشر إلى الله جل وعلا ولذا قال أيوب عليه الصلاة والسلام أني مسني الشيطان بنصبٍ وعذاب ولذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا مردت ولم يقل أمرضًا لله وإنما قال وإذا مردت فهو يشفيه والأدلة على هذا كثيرة من أن الشر لا يُنسب إلى الله جل وعلا ولا يعني أن ما يقع ليس من خلق الله عز وجل كل ما يقع من خيٍ أو شر من نفعٍ أو ذُر فإنه من الله جل وعلا الله خالق كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر وإنما يُنسب الشر إلى غير الله عز وجل تأدُّبًا مع الله جل وعلا ومن ثم فإن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا خالق كل شيء